قال مسؤول ملف كورونا في الشمال ومقرر اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة في إربد الدكتور وائل الهياجن قال إنه تم اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة وأضف الهياجن أن المصاب مواطن في العقد الرابع من عمره ويعمل سائق شاحنة قدم إلى الأردن يوم الخميس الماضي من أحدى الدول الخليجية إلى ذلك أشار الهياجن إلى أن عمليات الشفاء من فيروس كورونا تتسارع ويبقى 32 مريضا في المستشفيات سيخرج عدد منهم اليوم إلى منازلهم يوميا يتم سحب ما بين 200 إلى 250 عينة في مختلف مناطق وقرى وبلدات إربد ومناطق التجمعات تقريبا لغاية الآن إحنا صرنا عاملين ما بين مستشفى الملك المؤسس وفرق الاستقصاء الوبائي فوق ستة لاف عينة مسحية تعرف إحنا كل ما بناخذ عينات أكثر كل ما بتكون لدينا مصداقية أكثر في أنه نتأكد أنه ما فيش فيروس عماله بمشي في البلد أو بمشي في محافظة إربد تذكروا إحنا كان عنا أكثر من 100 حالة مع بداية الأزمة الآن إحنا عمليات الشفاء تتسارع تم إخراج العديد من المرضى أو البتشافين طيلة الأسبوعين الماضيين اليوم إحنا عنا 32 مريض على سرير الشفاء اليوم نتوقع أن نتم من خروج بعض المرضى اليوم بعد الظهر بس يطلع النتائج عادة من إحنا بكون عنا بين 3 إلى 5 خروجات يوميا بعد التشافي التام إن شاء الله إحنا خلال 5 إلى 7 أيام إن شاء الله إن شاء الله الأمور بالضل مثل ما هي ويتمكن الجميع من العودة إلى أهلهم سالمين معافيا يا رب كل من شوفيوا وخرجوا إلى بيوتهم يتمتعون بصحة كاملة ونحن نقوم بمتابعتهم من خلال الاستقصاء الوبائي في أربيد